دونة بقى نروح ونتطمن كده على آخر الأخبار والمستجدات بالنسبة للمنتخب الأول استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا على توفير طيارة خاصة ينتقل من خلالها الفريق أو المنتخب الأول إن شاء الله إلى دولة الإمارات الشقيقة لأنه هيخوض هناك مباريتين وديتين خلال معسكره في مدينة العين تحديدا في استاد هزاع بن زايد الأولى هتكون قدام منتخب زنبيا هتتلاعي بيوم 12 أكتوبر والماتش التاني هتكون قدام الجزائر يوم 16 من نفس الشهر وطبعا الكلام ده بيحصل في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكمان نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 اللي هتتلاعب في كود دوفور ابتداء من يوم 13 يناير المقبل طبعا فيتوريا المدير الفني المنتخب قرر أنه يعني ينطلق المعسكر يوم 9 أكتوبر وهو حاليا بيعقد جلسات مكثفة مع جهازه المعاون بجانب طبعا حضورهم لكل مباريات الدوري عشان يقضلوا كلهم يتابعوا جميع اللاعبين قبل إعلان قائمة مبارتي جيبوتي وسيرليون اللي هيكونوا في شهر نوفمبر اللي جاي إن شاء الله طبعا في إطار تصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال وبالأكيد طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله